السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واخوة واخواتاتي كديري لبساريكم باخير هاني ينكركم زيانين نتمنىكم قعصكم باخير وعلى اخر فيما كنتم تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بيكون معي فيديو جديد وفيديو دياليوما جيت ان شاء الله قد نتقصف معكم محمصة بماطشة طريقة اللي سهلة وبصيبة كد جي رائعة جدا نتمنى انكم تتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير بشوفوا معي جميع المراحل ديالها وقبل ما نبدو الويديو ديالنك فيما العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي واصحابي اجمعي ما تنسونيش اخواتي من اللي لايك ومتعلكم زيانة المحفزة على الفيديو وندزوا الالطريقة والمكونات مع بعدياتنا فبسم الله على بركة الله كيف ممكن تلاحظوا معي في الصورة وحطة نجرة او كوكوط عندي هنا واحد الكيمية ديال الطماطم او ماطشة تقريبا هندي ستدي الحبات ديال ماطشة بالنسبة لات ماطشة هذي ماطشة بلدية قد طيجة سلقتها وطحنتها لو بغتو تشوفوا الطريقة ديالها غادي تلقاوها فلاشين ديالي و لو بغتو تشوفوا الفيديو وما لقيتوش خليوها ليفتعرق نخلي لكم الرابط ديال الفيديو كتاخدوا ماطشة كتطحنوها وكتحتفظو بها كافي المجميد هاكا الهدى الاشياء هادو الحريرة كتلقاوها واجدة طريفات ديال اللحم ووضعت ايضا واحد الكيمياء ديال البقدونس ايضا واحد الكيمياء ديال الكرافس اللي كانوا عندي ديجا في المجميد هنا بالنسبة للعطرية والتوابير كانحتاج هنا معلقة ديال سكنجبير معلقة ديال الخرقوم ايضا نسمع القرم الإبزار اللي هو الفلف و الأسوات الملحة اللي كتبقى على حسب الضوء ديال كل واحد وتقريبا ثلاثة ديال معلقة ديال زيتون مع رشة ديال الزعفران يعني ملوين الصناع اللي يمكن لكم تستغنو علي ايضا هنا عندي واحد الكيمياء ديال ربيح يعني واحدة ربيطة ديال الربح خضراء فكنناخدها ومع احبا ديال البصلة كانوضعها في الكاس ديال الخلط الكهربائي وكانتحن بزيان مع واحد الكيمياء ديال الماء كما قد لكم حبا ديال البصلة ومعا ربيطة ديال القصدار كانتحنهم مليح ومن بعد كانوضعهم على هذك المكونات اللي وضعنا من قبل بهذا الشكل هذا وايضا هنا غدي نحتاج تقريبا واحد معلقة كبيرة اللي كتكون عمرا مزيان من مركز الطماطم يعني ماطيشة ديال القصد انا بالنسبة لها طماطيشة صراحة كانت عندي في المجمد فكنت وضعوا لي معلقة كبيرة اللي كتكون عمرا مزيان ايضا غدي نزيد واحد الكمية ديال الماء ومن بعد غدي نخلط هذي المكونات مع بعض وغدي نقفل على الكوكوت ديالي لمدة تقريبا ديال العشرين دقيقة من بعد ما كتبدي الكوكوت بالنسبة لدك ما طيشة يعني كنوضعها مباشرة ومجمد غدي نطلق غدي نقفل على الكوكوت وغدي نوضعها نقفل على النار حتى كتبدي صفارة يعني الضرعة نحسب لها عفوين خمسة وعشرين دقيقة صفي وكن نحل عليها هنا بالنسبة للمحمصة هذا هو الشكل ديالها بالنسبة لأخوات لم يعرفوش المحمصة كديرة ولكني بزفتي الأخوات يقولوا أن المحمصة هي بركوكش لا أخواتك المحمصة ببحدها وبركوكش ببحده يعني كل حاجة ببحدها سوف أخذت منها تقريبا هنا كيلو قلارو وغدي نحاولها كننقيها يا هدي اللي راني نوريها لكم في الصورة يعني كنحاول أنني نقربها لها نقربها بشوفها كشكلية لها عنقود نحنا من بعد ما مرت تقريبا خمسة وعشرين دقيقة حليت على الكوكوت خديتها وحط نجرة أخرى وفرقت في هذا الخاليط حيث الكوكوت عندي صغيرة ما غديش تكفيني وأيضا غدي نزيد حتى واحد الكيمياء ديال الماء بطبيعة الحال فاش كان حلو على الكوكوت كنلقوها نقصط فكنزيد واحد الكيمياء ديال الماء فين غدي طيبنا دك دك لمحمصة بطبيعة الحال تصفيني من بعض ما وضعنا كيمياء ديال الماء نجهد على النر نضيف حتى يبطي غلي وضع المحمصة كيفما يحضي معي في الصورة اضع المرحلة لنضيفه نضيفه ونضيفه نضيفه نار هادئه نضيفه نار هادئه اضيفه نار نضيفه نار نضيفه نار نضيفه ينضيفه نضيف ال기를 يضيفه نضيفه ا AJقين اضيفه نار نضيفه نار Wars شجز جسائي نحركها و سنصدع ليها و نجدها نزيد طيب انا من بعد ما وليت لها نسو ما تقريبا فى المرحلة اراها واجدة كيفما تلاحظوا معي الصورة هنا فى المرحلة هادي كيف نشعر بها انها طابت نزيد لها واحد المعلقة كبيرة ديال سمن بلدي سمن ديال بقر المعلقة كبيرة اللي كسبون عمران زين اللي كتعطي وحد البناء ووعرة فكنضيفو حتى الاخر احتكى الطيب هادو محمصة بالنسبةى الاخوات او السيدات اللي كيعجبهم سمن حر ان كلكم فعوضة سمن هادا احلو يدت وضعوا سمن حر صراحة انا الوليدة ديري ما كيعجبوه ما كيعجبهم شي انياكا فكندير غير سمن حلو فكيجي وعر بزه نصف فى المرحلة غادي نضفع عليها النار وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نوضعها معاكم ونصح من التقديم من بعد ما اطفت عليها النار كنناخد صحيين فين غادي نقدمها وكنوضعها معاكم شوفو معايدك العصوص او مرايقه كيفاش كيتجي 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 كتتحماق في المادقة ديالها ووعرة ووعرة بزه نصحكم انكم تشربوها تردو عليها غادي تنال اعجبكم بزاف ان شاء الله الى جربتوها ففاقد نضع معاكم بهذا الشكل هادا وهذا الشكل النهائي ديالها نتمنى من خوة اخواتي تجربوها وتردو عليها نتمنى اللي تجربتوها وعجبتكم في ابيت الحال تبارتاجوا الفيديو مع اخوتكم وصحابكم مع قاعد الناس اللي كتعرفوه فضلا وليس الامرا إذا كنتو جدادوا الاول مرة تجادوا هذا الفيديو لك تجادوا للقناة سوف نقول لكم رحبا بكم في قناتي وقناتيكم معلكم لا تشتركوا فيها و تشغلوا الجرس باش بقى توصلوا في كل ما هو جديد لا تفخروا للايكات ديالكم بتعرفكم زوينة لمحفزة على الفيديو وهذه هي الوصفة لي اليومة الوصفة لي سهلة سريعة والديدة بزافها تحضرها للعشاء كتجي خفيفة والديدة صراحة طريقة لي سهلة وبسيطة تقسمتها معكم تمنح انتم تجربوها وتردو عليها فاخوت اخواتي لابقين كتشاهدوا الفيديو حتى لذا باك نقول لكم شكرا بزاف على حسنا وتابعة وغنقول لكم السلام عليكم على فيديو جديد وصفات اجتيتة ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة